السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير تعالوا مع بعض نشوف رسالة ايسل نديم لجمهور الزمالك وايسل نديم هي ملكة من ملكات طائرة الزمالك للسيدات حققت كاس مصر مع فريق الزمالك السنة الفاتت بعد غياب سنوات وفازت باخر بطولتين لافريقيا مع نادي الزمالك منهم البطولة الاخيرة في قلب النادي الاهلي في ملعب النادي الاهلي بالجزيرة امام النادي الاهلي نشوف هتقول لنا ايه ايسل نديم احسن لبرو كرة طائرة في افريقيا قبل بداية الحديث عن اي شيء وللتذكير فقط ان رغبة الاولى والاخيرة كانت دائما هي الاستمرار داخل جدران نادي الزمالك العظيم على مدار الفترة الماضية جرت مفاوضات بيني وبين مجلس ادارة نادي الزمالك للوصول الاتفاق لتعديل عقدي وقد تم التفاوض بالفعل ولكنني تحفظت على قيمة زيادة التعاقد لعدم مساواتي بلعبات الفعل الاولى على الرغم من مشاركتي ومساهمتي مع زميلاتي بشكل اساسي في تحقيق لقب البطولة الافريقية للزمالك في المصيمين الماضيين وخاصة ان المجلس العلم بانني دائما ما كنت اوقع جميع عقودي على بياد وبناء على ذلك طلبت عقد جلسة مع الكابتن نشام ناصر المشرف العام على العاب الصلاة وتم تحديد موعدا لاكتر من جلسة بالفعل ولكن للأسف كان مصيرهم جميعا الالغاء قبل موعدهم بيوم واحد وبعد ذلك اوقف مجلس الادارة المفاوضات بشكل مفاجئ لأسباب غير معلومة وليس لي اي علاقة بها لم يجد اي جديد بعد هذا في هذا الشأن وحتى لا يختلط الامر على البعض فانني مقتنعة تماما ان التأدير المعنوي اهم بكتير من التأدير المادي خاصة ان الجميع يعلم انني امضيت ست سنوات داخل نادي الزمالك وان ترتيبي هو السالس بين قادة الفريق واو اكد للجميع انني كنت على استعداد تام ان العب بنصف قيمة عقدي بشرط ان يكون هناك عدل ومن جانبي وطوال هذه الفترة التزمت الصمت احتراما وتأديرا لنادي الزمالك وجماهيره ومراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها نادينا ولم اود مطلقا ان اكون مصدرا لمزيد من المشكلات ولكن الامور ازدادت تعقيدا وتدخل بعض لمحاولة افساد علاقتي بمسؤولي النادي اصبحت طريقة التعامل غير جيدة بما لا يتناسب مع قيمة الفنية ومكانتي كواحدة من قادة فريق هوبط الافريقية اخر مصمين وممثل القرى الافريقية في كأس العالم للاندية بل وان لي مستحقات متأخرة عن سلاس مواسم بما يعادل قيمة عقدي ولم افتعل مشكلة واحدة او اطالب حتى بالحصول عليها احتراما للزمالك وبدلا من اعطائي حق المعنوي كان يتم تصدير مشكلات ضخمة وضغوطات غير مبررة لي وليس لها اي علاقة بالرياضة حتى اصبح الوضع غير مريح نفسيا لي على الاطلاق كل ما ذكرته كان مجرد توضيح واجب لجمهور نادي الزمالك ولمان استفسر من الاعلاميين والصحفيين عن سبب وجود الازمة وفي النهاية شكرا من القلب النادي الزمالك على ست سنوات قضايتها وكانها حلم سعيد بالنسبة لي وكنت اتمنى ان اأخذ التأدير المعنوي الذي استحقه بعد بازلي كل ما فيه وسعي دفاعا عن شعار والوان نادي الزمالك ولاجل جمهوره تعليق باختصار اين العدالة يا مجلس ادارة نادي الزمالك ايسل مش بتطلب المستحيل بتطلب انها تتعامل معاملة الفعل اولى لانها بالفعل تستحق هذه المعاملة مجلس ادارة نادي الزمالك للأسف من ساعة ما جه عليهم علامات استفهام كبيرة جدا والواحد ابتدى يشك انهم جمع علشان يخربوا نادي الزمالك شوفوا العاب الصلاة سفر ابتلات فيما عادة الكرة الطائرة سيدات شوفوا كرة القدم وضعنا شكله ايه في الدوري مفيش الا الكونفدرالية بالفضل الله ثم الجمهور الزمالك العظيم اين العدالة يا مجلس ادارة نادي الزمالك شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله